عندما يحكم الفساد في بلد فلا تسأل فيها عن تنمية أو نهضة على أي من الصعود تقرير جديد للمكتب المركزي للأحصاء في العراق يؤكد تقليص مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير لهذا العام بنسب كبيرة ما يضع البلاد في وضع حرج إزاء توفير القمح والشعير كمصدرين أساسيين للغذاء ووثقا للتقرير فإن مساحة الأراضي المزروعة بالقمح لهذه السنة تراجعت بنسبة 25% عن العام الماضي بينما انخفض الانتاج بنسبة 27% كمن خفضت كميات الشعير المنتج خلال السنة الحالية بنسبة 37% المزارعون في مناطق مختلفة من العراق أكدوا بحسب التقرير أن نقص المياه يعد السبب الرئيسي فيما يواجهونه من صعوبات إذ لا تحصل أراضيهم على ما يكفي من المياه لري المحاصيل بما يكفي للنمو كما أن الأمطار غير المتوقعة والعواصف الترابية في غير موسمها تعد السبب يفاقم من تأثير المشكلة لا سيما أنه منذ الاحتلال الأمريكي للعراق لم تخصص أي أموال من قبل الحكومات المتعاقبة لمراقبة ومعالجة تغير المناخ وأثره على الاقتصاد العراقي في الزراعة والبيئة ولا تتوقف معاناة المزارعين العراقيين عند ذلك فارتفاع أسعار الحرافة والحصاد يضيف عبءا إضافيا على كاهلهم ما يدفعهم إلى الإحجام عن زراعة القمح والشعير بل ربما هجر بعضهم الزراعة من الأساس لا سيما في المناطق التي تعاني ارتفاع نسبة الملوحة في الماء كمناطق الأهوار جنوب البلاد وبالنظر إلى الأنباء التي تتحدث عن سيطرة بعض الأحزاب المتنفذة في سوق المواد الغذائية والخضروات المستوردة من الخارج فإن العراقيين بحسب مختصين يصبحون في مواجهة مافيا تحاول تعطيل أي جهد للتنمية الزراعية في البلاد بهدف المحافظة على مكاسبهم المالية والسياسية ولو على حساب أقوات العراقيين